ادراك هذا المعنى الكبير ادراك معنى العبودية لله رب العالمين عبوديتنا في الإسلام معشر المسلمين ليست صلاة تؤدى في المسجد في دقائق ونعيش بعدها ساعات اليوم ودقائقه بمعزل عن معنى العبودية عبوديتنا في الإسلام ليست شعائر تؤدى في المسجد أو في الأماكن المقدسة ثم نعيش باقي أيام الحياة وفق أهوائنا ومرادات نفوسنا لا في الإسلام حياتنا كلها عبادة بل جعل الممات الذي هو مفارقة الروح للجسد الذي هو سكون مغادرة الحياة جعلها أيضا لله فماذا بقي لك عبد الله ما بقي شيء ما بقي لنفسك من نفسك شيء لأنك أنت كلك وما تملك لله فحياتك لله وهذا يفهمك أن توقع كل شيء من أمر حياتك على مراد الله تدري لما؟ لأنك عبد وهو الرب سبحانه والعبد عبد والرب رب نمت أو استيقظت أكلت أو شربت دخلت أو خرجت تزوجت أو أنجبت تبقى في النهاية عبدا في كل شيء تصنعه في حياتك أنت تنطلق من منطلق العبودية لله والله عز وجل يأمرك بواجب وبحق الألوهية والربوبية له جل في علاه فيبقى العبد عبدا والرب ربا هذا المفهوم الشامل للعبودية جعلنا ندرك أن العبادة هي كل شيء يحبه الله في حياتنا كل ما نفعله من أقوال وأفعال نحن فيها عباد لله